ما بين الإقالة والاستقالة تأرجحت أنباء عن نية نائب وزير العدل رود روزنستاين لانسحاب من منصبه على خلفية قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016 فبينما تحدثت مصادر قريبة من البيت الأبيض عن نية الرجل التقدم باستقالته تقارير تعززت بما نشر قبل أيام من أن هذا الرجل اقترح التنصط على الرئيس ترامب ومن ثم اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين لعزله من سدة الرئاسة وهي تقارير حرس روزنستاين على نفيها رحيل روزنستاين سواء بالاستقالة أو الإقالة كما يرى مراقبون يدفع بالإدارة إلى مزيد من الاضطرابات قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني نوفمبر المقبل كما أنه سيؤثر بشكل كبير على سير التحقيقات في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية بصفته المسؤول الأعلى في وزارة العدل الذي يشرف على هذا التحقيق ورغم نفي مصادر في البيت الأبيض أنباء الاستقالة وتأكيدها أنه ما زال باق في منصبه إلا أنه من غير المعلوم معرفة كيف سيطعط الرئيس ترامب الموجود في نيويورك حاليا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع هذه الاستقالة وكان العديد من وسائل الإعلام ومن بينها صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست قد ذكرت أن روزنستاين توجه إلى البيت الأبيض وسط توقعات بإقالته غير أن البيت الأبيض حسم الجدل بإعلانه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي روزنستاين الخميسة لاستكمال محادثة طويلة معه كون الرئيس يشارك حاليا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولديه جدول حافل من اللقاءات